هل كان في خطر على نظام رئيس سادات وقتها هل مثلت المعارضة المصرية اللي بقول اسمها دي قوى شعبية جماهيرية هائلة مثلا خلت الشارع المصري كله ضد رئيس سادات هل القوى السياسية دي صنعت زعيم بديل رئيس سادات فهي تتكلم عن لا او جي فلان ورشحه ومش عارف او حاجة كده هل القوى دي اثرت على مثلا او استطاعت او يعني روجت او دعت الى مثلا حركات شعبية جماهيرية وعصيان مدني للاطاحة بيستداد من الحكم اطلق الاجابة لا قاطعة لا هي طرحة زعيم بديل ولا هي كان عندها شعبية في الشارع فظيعة رهيبة ولا كان الجماعات السلام تضربهم يعني ومتسلط عليهم الجماعات الاسلامية في كل حتة في مصر ولا خلقوا بديل ولا طرحوا اسم غير الرئيس السادات مثلا ولا انهم عندهم جماهيرية وشعبية هائلة مالية مصر كلها وبتهدد الرئيس السادات امال ايه بقى امال ايه لو كان في خطر حتى لو في خطر عريش السادات في خطر من القتلة الارهابيين مش خطر من القوى السياسية لو كان في شعبية او جماهيرية او بديل ليه اقولك ماشي جايز انما كل دا ما حصلش كل دا ما يكون موجودا على الاطلاق امال ايه بعد اربعين سنة مرة اخرى من الاحداث لابد ان يتساءل المرء عن حقيقة دوافع رئيس السادات في انه يقرر يطيح بالالف وكمسومية وستة وتلاتين سياسي مصري ويدخلهم السجن لانه برضو نتعلم من دروس التاريخ وندرك ابعدها ونحاول ان نقرأها ونشخصها لانها يعني تعلمنا المستقبل انا الحقيقة انا يعني استطيع ان اقول يعني مدعيا وزعما يعني ان انا اريد كل ما كتب عن رئيس السادات باللغة العربية او مترجما الى العربية منذ وفاته وحتى الان واتصور انه كثيرين منكم عارفين ان انا اشتغلت في مشروع سيناريو فيلم السادات فانا حاول يعني اذاكر الرجل بقوة مع انضاج الحياة وتجاربها مرة اخرى احاول ان اقرأ احصل على تفسير على الاقل يرضيني انا اجتهاد يطمئن قلبي انا على اسباب ما فعله رئيس السادات لان ما فعله كان خطيرا وهائلا ورهيبا وفي ظني انه لو لم يقدم على خمسة سبتمبر ما كان قد اغتيل طبعا كل حاجة يعني بقضاء ربنا وقدره لكن سياسيا يعني ما لم يكن يعني ما لم يكن قد فعلها في سبتمبر ما كان قد حدث الاغتيال خليني برضو اسمع معاك مقطع سريع مكثف كده علشان برضو الرئيس السادات وبيحتاج بانه اصلهم هيأثروا على اولادي تعالوا نشوف